السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم معنا في مادة لغتي سأكون معكم أنا معلم هذه المادة سالم الهزاع برفقة الأستاذة يسرى الشهري في لغة الإشارة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبابي الطلاب والطالبات لازلنا وإياكم في الوحدة الخامسة التي هي بعنوان ذكروني ألعابي وهواياتي تذكروا معي مدخل الوحدة عندما تعرفنا على حروف هذه الوحدة وقلنا أن حروف هذه الوحدة أربعة حروف أخذنا وإياكم في الحصص السابقة في الدروس السابقة ثلاثة حروف سريعا أحبابي الطلاب والطالبات ما هي هذه الحروف التي درسناها وإياكم هذا الحرف أحسنتم حرف اله في هذا الحرف في هذا الدرس لوننا هذا الحرف وأيضا نطقنا هذا الحرف بأصواته القصيرة وأصواته الطويلة وأيضا تعلمنا كيفية رسم وكتابة هذا الحرف في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها متصلا وفي آخرها منفصلا وقرأنا مجموعة أيضا من الكلمات والنصوص في هذا الدرس ثم انتقلنا وإياكم إلى الحرف والدرس الثاني في هذه الوحدة وهو حرف أحسنتم حرف الث وأيضا تعلمنا وإياكم وميزنا وإياكم كيف ننطق هذا الحرف بأصواته القصيرة والطويلة وقرأنا مجموعة من الكلمات التي شاهدنا فيها هذا الحرف في أولها وفي وسطها وفي آخرها وتعرفنا على أشكال هذا الحرف الأربعة وعرفنا كيفية رسم هذا الحرف بأشكاله الأربعة ثم انتقلنا وإياكم إلى الدرس والحرف الثالث في هذه الوحدة وهو حرف أحسنتم حرف الغ وكذلك تعرفنا في هذا الدرس على هذا الحرف جيدا نطقناه وإياكم بأصواته القصيرة وأصواته الطويلة وكذلك كتبنا هذا الحرف بأشكاله الأربعة تبقى لدينا الدرس الرابع والحرف الرابع أي الحرف الأخير في هذه الوحدة ما هو تذكروا معي تذكروا معي ماذا شاهدنا وإياكم في مدخل الوحدة الخامسة ولونا وإياكم هذا الحرف أيضا شاهدوا معي هذه الصورة وأنا متأكد من أنكم ستعرفون هذا الحرف هذه الصورة التي نشاهدها وإياكم في المكون الأول أحسنتم ظروف أو ظرف تذكروا معي عندما قلنا وإياكم ونطقنا وإياكم كلمة ظروف أو ظرف وقلنا الصوت الأول أو الحرف الأول ما هو ظ أحسنتم ظ إذن الحرف الرابع من هذه الوحدة وأيضا هو درسنا لهذا اليوم هو حرف الظ هذا الحرف رحبوا معي أحبابي الطلاب والطالبات بهذا الحرف بهذا الضيف الجميل الجديد حرف الظ في المكون الأول أحبابي الطلاب والطالبات الذي يقول أسمي الحرف وألونه شاهدنا هذه الصورة جيدا الآن نشاهد سريعا أيضا أشكال هذا الحرف شاهدوا معي في الدرس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سنشاهد هذا الحرف كثيرا نشاهده في الكلمات وأيضا كيف نكتب هذا الحرف بأشكاله الأربعة في هذا المكون الأول الذي يقول أسمي الحرف وألونه عرفنا الحرف ظ هذا الحرف ظ وألونه الآن شاهدوا معي هذه المجموعة الأولى التي سنلونها وإياكم سويا ثم هذه المجموعة الثانية ثم هذه المجموعة الثالثة نبدأ سويا قبل أن نبدأ أحبابي الطلاب والطالبات شاهدوا معي سريعا من أين نبدأ بتلوين هذا الحرف بعد أن نمسك القلم 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 الملون نمسكه بهذه الطريقة ونجلس أيضا جلسة صحيحة سليمة نبدأ من هنا لاحظوا معي بهذه الطريقة بهذه الطريقة ولا ننسى النقطة أعلى الحرف أحبابي الطلاب والطالبات سنتعلم في الدرس القادمة كيفية رسم هذا الحرف الآن نلون فقط هنا نلون هذا الحرف الآن هيا أحبابي الطلاب والطالبات لونوا ابدأوا وننطق ظ ظ ظرف كما في كلمة ظرف أو ظروف هيا لونوا أحسنتم لا ننسى أحبابي الطلاب والطالبات النقطة أعلى الحرف هيا نكمل ظ أكملوا أحسنتم نكمل أحسنتم هيا واصلوا أكملوا ظ أحسنتم أكملوا انتهينا الآن وإياكم سويا من المجموعة الأولى الآن ننتقل سويا إلى المجموعة الثانية وأقصد هذه المجموعة ما رأيكم هيا لونوا ظ حرفنا الجديد ما هو ظ كرروا واصلوا الآن التلوين التلوين هذا الحرف بألوانكم الجميلة هيا هيا نكمل هيا نكمل أحسنتم هيا أيضا ظ ولا ننسى النقطة النقطة الموجودة أعلى الحرف ظ هيا نكمل المجموعة الثالثة والأخيرة في هذا المكون في هذا التدريب هيا ظ شاهدوا الصورة ظروف أحسنتم ظرف هيا هيا نكمل تلوين هذا الحرف أكملوا من لم يكمل تلوين هذا الحرف أو هذا التدريب نعطيه فرصة في نهاية الدرس أو في نهاية يومنا الدراسي ليكمل تلوين هذا الحرف أحسنتم مبارك الله فيكم أحبابي الطلاب الطالبات الآن عرفنا حرفنا الجديد ما هو ظ أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات ننتقل سويا إلى المكون الثاني الذي يقول ألاحظ الصور وأتحدث ثم أستمع ألاحظ الصور وأتحدث ثم أستمع شاهدوا معي لدينا مجموعة من الصور لدينا أربع صور الصورة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الصورة الرابعة نشاهد هذه الصور مرة أخرى صورة صورة الصورة الأولى من نشاهد أحبابي الطلاب والطالبات أحسنتم ياسر ياسر ماذا يحمل ياسر يحمل أرنبا أحسنتم سعيد مسرور ياسر لماذا لماذا لأن لديه أحسنتم لعبة جديدة لعبة جديدة شاهدوا أيضا نشاهد هذه الصورة الثانية في هذه الصورة شاهدنا الأرنب أرنب ياسر يحمل ماذا أحسنتم مظلة مظلة يحمل يحمل مظلة والآن في هذه الصورة شاهدوا ماذا نشاهد أحسنتم نشاهد مجموعة من الألعاب مجموعة من الألعاب نظيفة مرتبة أحسنتم وأيضا في مكانها أحسنتم على الرف في مكانها أحسنتم وكذلك في الصورة الأخيرة نشاهد من ياسر بعد أن لعب بلعبته الجديدة الأرنب ماذا سيفعل أحسنتم يضع هذه اللعبة أيضا مع الألعاب الأخرى على الرف لأنه يحافظ يحافظ على ألعابه ليجدها مرة أخرى جديدة ونظيفة أيضا أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات استمعوا إلى النص استمعوا شاهدوا هذه الصور قال فواز عند ياسر لعبة جديدة وهي أرنب صغير يحمل مظلة ملونة ألعاب أخي ياسر منظرها جميل لأنه يحافظ على نظافتها ويضعها في أماكنها مرة أخرى استمعوا إلى هذا النص ونشاهد أيضا هذه الصور مرة أخرى قال فواز عند ياسر لعبة جديدة وهي أرنب صغير يحمل مظلة ملونة ألعاب أخي ياسر منظرها جميل لأنه يحافظ على نظافتها ويضعها في أماكنها استمعتم إلى النص الذي يتحدث هو فواز قال فواز فواز يخبرنا بخبر جديد ما هو أحسنتم أن ياسر لديه لعبة جديدة ما هذه اللعبة أرنب أحسنتم أرنب صغير هذا الأرنب في هذه القصة ماذا يحمل شاهدوا مظلة أحسنتم مظلة ملونة كيف يحافظ ياسر على ألعابه أحسنتم يضعها في أماكنها يضعها في أماكنها ويحافظ أيضا على نظافتها بعد اللعب يضعها في أماكنها هيا أحبابي الطلاب والطالبات نقرأ وإياكم هذا النص في المكون الثالث المكون الثالث يقول ألاحظ الصور وأقرأ ألاحظ الصور وأقرأ شاهدوا هذه الصور في هذا المكون الثالث شاهدوا جيدا هذه الصور شاهدناها قبل قليل في المكون الثاني ما رأيكم الآن أن نقرأ النص الذي استمعتم إليه قبل قليل كلمة كلمة هيا نقرأ قال الكلمة الثانية فواز قال فواز هيا قرأوا أحسنتم الآن أحبابي الطلاب والطالبات ركزوا جيدا ستخرج لنا الآن علامة ما هي برأيكم ما هي تذكروا معي بعد القول قال فواز قالت نورة قال ياسر قال الأب تخرج لأحسنتم النقطتين الرأسيتين قال فواز الآن مع بداية السطر عند هيا قرأوا عند أحسنتم ياسر ياسر أقرأوا لعبة 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 جديدة جديدة هيا نكمل وهي وهي أحسنتم أرنب أرنب صغير يحمل يحمل ماذا نشاهد الكلمة ثم نقرأ مظلة مظلة شاهدوا هذه الكلمة الملونة شاهدوا الحرف الأحمر هذا هو حرفنا الجديد حرف الض شاهدناه في وسط هذه الكلمة مرة أخرى مظلة مظلة أحسنتم نكمل ملونة الكلمة الأخيرة في السطر الأول ملونة سطر جديد ألعاب 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 هيا قرأوا شاركوني القراءة أحسنتم ألعاب أخي ياسر منظرها شاهدوا هذه الكلمة منظرها أيضاً أيضاً شاهدنا حرف الض في وسط هذه الكلمة كلمة منظرها جميل اقرأوا جميل شاهدوا هذه العلامة فاصلة منقوطة جميل لأنه لأنه يحافظ يحافظ شاهدوا هذه الكلمة مرة أخرى هيا قرأوها أنتم الحرف الأحمر شاهدناه في هذه الكلمة في آخرها متصلاً بالحرف الذي قبله يحافظ وبأي حركة حركة الضم أحسنتم يحافظ هيا نكمل على نظافتها شاهدوا هذه الكلمة أحسنتم حرفنا الجديد حرف الض شاهدناه في وسط هذه الكلمة نظافتها مع السطر الجديد ويضاعوها اقرأوا أحسنتم ويضاعوها في أماكنها أماكنها أحسنتم مبارك الله فيكم هكذا انتهى النص الخاص بهذا التدريب أو بهذا المكون الثالث أحبابي الطلاب والطالبات شاهدوا معي الكلمات الملونة مرة أخرى الكلمة الأولى أحسنتم مظلة مظلة الكلمة الثانية اقرأوها أحسنتم منظرها منظرها والكلمة الثالثة هيا قرأوا أحسنتم يحافظ يحافظ والكلمة الملونة الأخرى والأخيرة هيا قرأوا أحسنتم نظافتها نظافتها الآن أحبابي الطلاب والطالبات هيا نقرأ قراءة سريعة قال فواز أقرأوا أحسنتم عند ياسر لعبة جديدة أقرأوا أقرأوا أحسنتم نكمل استمعوا وهي أرنب صغير يحمل مظلة ملونة هيا قرأوا وهي أحسنتم أكمل أحسنتم مبارك الله فيكم قراءة مميزة نكمل السطر الجديد ماذا قال فواز ماذا قال يقول ألعاب أخي ياسر منظرها جميل هيا قرأوا أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم منظرها جميل لماذا نسمع فواز الذي يقول لأنه يحافظ على نظافتها ويضعها في أماكنها هيا قرأوا لأنه أكمل أحسنتم أحسنتم ويضعوها في أماكنها أحسنتم وبرك الله فيكم أيضا أحبابي طلاب مرة أخرى هيا استمعوا وأيضا أريد منكم أن تقرأوا هذا النص بهذه الطريقة قال فواز مشاهد الكلمات التي نقرأها عند ياسر لعبة جديدة وهي أرنب صغير يحمل مظلة ملونة ألعاب أخي ياسر منظرها جميل لأنه يحافظ على نظافتها ويضعها في أماكنها أعيدوا قراءة هذا النص شاهدوا الكلمات ملونة شاهدوا الحرف الأحمر الموجود في هذه الكلمات حرفنا الجديد وهو حرف أحسنتم حرف الظ الآن أحبابي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هذه الكلمات التي قرأنا وإياكم قرأناها وإياكم في النص قبل قليل هذه الكلمة أحسنتم مظلة الكلمة الثانية حاولوا منظرها أحسنتم منظرها الكلمة الثالثة يحافظ اقرأوا يحافظ أحسنتم الكلمة الرابعة والأخيرة شاهدوا نظافتها الآن أخواته القصواته القصيرة القصواته القصيرة والطويلة وأيضا نكتبه بأشكاله الأربعة الكلمة الثانية هيا قرأوا قرأناها قبل قليل أحسنتم منظرها والكلمة الثالثة يحافظ شاهدوا الحرف الأحمر أحسنتم الكلمة الرابعة والأخيرة أحسنتم نظافتها نظافتها أحسنتم مبارك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات أشكروا لكم حسن استماعكم وإنصاتكم واجتهادكم وقراءتكم المميزة أذكركم أحباب الطلاب والطالبات لمن لم يكمل تلوين التدريب الأول المكون الأول حرف الض يكمله الآن أو بعد بعد نهاية يومكم الدراسي أيضا في المكون الثاني شاهدوا الصور تحدثوا عنها في المكون الثالث ركزوا جيدا اقرأوا النص وأيضا الكلمات الملونة والكلمات الأربعة الموجودة في هذا المكون وشاهدوا الحرف الأحمر وهو حرفنا الجديد حرف ماذا حرف الض نلقاكم على خير وفي خير نترككم الآن في رعاية الله وفي حفظه نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة